هل بيتعمل عملية تقييم بشكل دوري للخدمات المقدمة على المنصة؟ ومن ثم أشوف إذا كانت دي محتاجة تطوير أو دي مش هستخدمها دلوقتي لأنه فيها شيء ما أو أنه الناس محتاجة المزيد من الخدمات أو أنه الطرق بتاعتها تتعدل تصبح أكثر سهولة أكثر يسر تبقى زي ما بتقل كده يوزر فرندلي؟ والله حصلت كثير يعني إحنا على مدار السنتين اللي فاتوا وغيرنا في شكل الخدمات وغيرنا في شكل البوابة كلها كان الناس عندها عتراضات وكان إحنا بنجيب البيانات دي إزاي بنجيب نوض الشرع إزاي برضي دي حتة مهمة إحنا عندنا صفحة للمنصة الناس بتخش تكتب فيها عندنا فريق كامل بيتعامل مع فيسبوك وتويتر وكل المنظومات الممثلة عشان شوف تأثير دي على الناس عندنا منظومة شكاوي بنستقبل عليها شكاوي إحنا لغاية دلوقتي السنة دي مستلمين نصف مليون مكالمة عليها منها ناس بتطلب خدمات منها ناس بتستفسر ومنها ناس بتشكي كل دا بيخلينا يبقى فاهمين الناس عايزة إيه أكتر وبنغير بنغير في شكل الخدمة بنغير في طريق تقديم الخدمة بنغير في أسلوب التقني لتقديم الخدمة فدا كله إحنا شغالين عليه وبدليل على كده إن إحنا غيرنا شكل بابا ثلاث مرات لغاية دلوقتي ليه لإن إحنا بنسمع الناس ونشوف إيه المشكلة طب هو ما بيدوس وزاق طبعا إحنا بنحلل اللي بتسميها الماوس كليكس يعني إنت بتدوس على إيه عشان نعرف إيه الحتة اللي إنت الناس بتتعثر فيها وبنغير وليس هنغير حلو في الدو